السلام عليكم ورحمة الله أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات العيادة البيطرية في العيادة البيطرية نتناول أمراض الحيوان بجميع فصائل المختلف الفصيلة الخيلية، المكترات، الأغنام، الماعز، الحيوانات الأليفة، أمراض الأسماك وأمراض الدواج نتناول في كل مرض من هذه الأمراض مسببات هذا المرض أعراض طرق انتقال الإنسان والحيوان، طرق العلاج وكذلك طرق الوقاية ودائماً أبداً شعارنا في العيادة البيطرية الوقاية خير من العلاج مشاهدين الأعزاء، مشاهدي العيادة البيطرية النهاردة برضو هنستكمل موضوع أو هنبدأ موضوع جديد هو طبعاً مش مرض ولا له أسباب ولا له أعراض ولا حاجة إحنا كل ما هو يخص الإنتاج الحيواني بنتكلم فيه وخلال الفترة دي تدخل علينا اللي بسموها العروة النيلية بالنسبة للدرة وأنا شايف دلوقتي أن معظم الجروبات أو معظم المربين اللي شغالين في الأبكار والجموس وتربية المواشي وبالذات الحلاب والتسمين بدأوا يشتكوا شوية من موضوع التغذية والتكلفة بتاعة التغذية فقلت أتكلم النهاردة على حاجة لو تواجدت معانا والمفروض أنها متواجدة مع كل فلاح صغير وكل مربي وكل صاحب مزرعة تسمين أو صاحب مزرعة بقر الحاجة دي احنا بقى إنا عشرات السنين بنتكلم فيها بس دلوقتي بقت لا غنى عنها لأنك ممكن من خلالها الأيام اللي بقى فيها الغلو الرهيب للحبوب أو للأعلاف ممكن تعتمد عليها ممكن تبقى غزاء متكامل خاص بيها الحاجة دي اللي هنتكلم عليها النهاردة هو السلاج هنتكلم على إزاي السلاج ده هو إيه وبيشتغلوا إزاي وإيه السلاجة إيه عبارة عن أو طريقة أو ميسود لحفظ المواد من الأعلاف في وقت انتاجها أو موسم انتاجها الغزير عشان نستخدمها في أوقات ما بتنموش فيها أو تقل الانتاجية اللي فتدان منها يعني إحنا في شهر سبعة أو شهر يناير اللي إحنا دلوقتي شغالين في إيه في الدرة الفكرة العامة إن أنا بجيب النبادة أقطعه أو المادة اللي هي عايز أحفظها أقطعها الأول أفرومها الأطوال مناسبة باختار المادة الجفة المناسبة للحفظ في مع الكابس هذا المخلوط بضغط شديد لاستخراج بحاوله من أنا أيروبز يعني محاوله من الصفة الهوائية للصفة اللي هي هوائية لاستخراج الهواء منه عشان أحفظها وغطيها بشرائح من البلاستيك زي ما أنتوا عارفين وبغطي بعد كده بردم أو بإطار سيارة أو مواد أخرى زي الرمل أو خلافه وبعد كده بسيب الحاجة دي تتخمر في معزل عن الهواء لمدة مثلا من 30 ل40 يوم وبعدين أخي استخدم الحاجة دي في التخزين هو ده السلاج أو هو ده حفظ الحاجة طريقة الحفظ لفترات طويلة بنستخدمها لإنتاج السلاج من علف كتير من علف كتير زي إيه مثلا فيه عندنا سلاج الدرة وفيه عندنا سلاج البنجر فيه عندنا سلاج إشر البرتقان وعندنا سلاج باقايا محصول نباتات الباقولية أي حاجة عندي بكمية وبوفرة ممكن أكمرها وأستخدمها في الوقت اللي أنا أحتاج فيه بيعتبر سلاج الدرة على قمة أنواع السلاج الموجودة والمثال الجيد له وعملنا دراسات كتير وبحوث كتير تناولت كافة أوج صناعته وأوج حفظه بنخل بنا أن العوامل دي كلها أو الصناعات دي كلها دراسات اقتصادية يعني أنا هوفر إزاي هوفر في الأكل إزاي هيقلل الأمراض وفي نفس الوقت يعني أو حفظ على الحيوان من الأمراض وقلل التكلفة بقدر المستطاع عن طريق أن أنا أحفظ هذا المنتج حفظ جيد لو كلمنا على سلاج الدرة وده اللي أنا يعني عايز إخواننا الفلاحين ياخدوا بالهم من الحيطة دي أول إن سلاج الدرة يا إخواننا عليقة متكملة عليقة متكملة يعني ممكن أأكل حيوان فيها فترة طويلة بتتمثل في نبات الدرة غالباً حبوب الدرة 60% من العود و40% تقريباً الساق والأوراق لما أنا أهرسها مع بعض النسب دي ممكن تزيد أو تقل تبع عمر الحشة من طور الحبوب اللبني أو الطور العجيني إلى الوقت اللي أنا هعمل فيه السلاج كمان اللي منسيب الخير الدكتور وعر دايماً كان بيكلم في الحيطة دي كتير وغاتب عليها شوية أفكار وهي عجبتني الأفكار بتاعته وبدأنا إيه نتكلم فيه لو إحنا شفنا الفيديو معانا بالنسبة لتقطيع السلاج ونشوف إزاي بتقطع وإزاي بيشتغل أيوة لو المخرج يعني يريد يعملهن نبات الدرة يا إخواننا بيتأثر بالنمو وبيتأثر درجات الحرارة والري بسرعة كبيرة جدا خاصة في المناطق اللي هي البردة بينمو الكوز بسرعة وبيندق قبل العود اللي بيحتفظ بلونه الأخضر لو في المناطق اللي هي الصعيدة أو المناطق الحرة العود بسرعة بينمو سريع وبعدين بيفقد لونه الأخضر بينما يتأخر نمو الكوز وبيحتفظ بلونه الأخضر وده يعني بتبقى صعبة أو بتبقى رخمة في صناعة السلاج في المناطق الحر عشان كده بعض الشركات اللي هي بتاع انتاج البزور طلعت هاجين طلعت انتاج هاجين خاص بالسلاج أو اللي احنا بنسميه دائم الخضرة عشان أنتج سلاج عالي الجودة وأنتج أعلاف خضراء تحتوي على حبوب دورة كفاية طيب حلوة السلاج في ايه أو كيمة السلاج ده ايه السلاج ده مصدر هام للطاق أنا مش هاعتبره مصدر هام للبروتين بس مصدر هام للطاق احنا قلنا قبل كده البروتين بتاعه تقريبا من 8.5 إلى 9 لكن ان هو برضو بقدر استخدمه كغذاء متكامل خلي بالكم الكلام ده الاهتمام بزراعة السلاج عشان تغذية الأبكار لمدة عام عشان كده لازم اهتم بالتقاوي بتاع السلاج وباهتم بالتقاوي اللي بتعمل لي أعلى انتاجية في الأعلاف الخضراء ومحتوى الكوز يعني يبقى أخضر والكوز بتاعه فيه كوز أو كوزين والحبوب بتاعه سليمة وعشل عشان كده دايما بقولك بنفضل أنواع الهاجين اللي هي دائمة الخضراء وبعدين اللي بتديني كوز الالتزام بالرأي طبعا عشان الكوز فلاحين اخواتنا الفلاحين عارفين الكلام ده كويس قوي وقت امتلاق الكوز تعرض لوان ما ديتش مية كويسة وعرضت الزرع بتاع العطش هيقلل من نمو الكوز وده الفلاحين يعني اخواتنا الفلاحين عارفين الكلام ده كويس قوي وبيديني بعد كده كوز فيه عفن وفيه تفحم وده يعمل لي مشكلة عشان كده احنا نخلي بنا في موضوع الري بتاعنا ونكون زبطينه صح عشان يبقى عندنا منتج سليم من الخضرة وسليم من الكوز الزرع لما ازرعه بكسافة اعلى من كسافة الزرع نفسها بغلط انتاج ان اطلع حبوب كتير بيصل احيانا ان الفدان يطلع لي تقريبا تلاتة طن او اربعة طن في الفدان او وهي تقريبا لو انا ضعف المساحة او ضعف الانتاج لو انا مساحته على مساحات ايه واسعة او مساحات غير ايه مكسافة من الحاجات برضو اللي انا عايزة وريها يريدت نشوفها المخرج يسمح لنا ان ورينا ازاي الطريقة في عميله الطريقة بتعتمد على ايه ان احنا تعتمد على بشوف تطور النشا فيه طور لبني وفيه النشا في الحب بيكون في الصورة السائل زي اللبن كانت تقري عليه يطلعي اللبن وبعدين اللبن ده يتحول للطور العجيني وبعد كده من اعلى الحب الى اسفلها ثم بعد كده مرحلة الجفاف وبيتحول النشا الى بودرة او بتحول لطحين ونخلع عشان كده بنخلي بنا لما اجي احش عشان السلاج احش في الطور العجيني اللي هو يبقى الطور العجيني واصل لمستوى تلتين الكوز عند لما ببدأ الحاش بتنتهي عند الجاء لما الاقي الكوز كله دخل في الطور العجيني وبعد كده ابدأ اشتغل على الحاش والاختلاف الهجن ايوة الله ينور كده شفتها اوه من عشان كده اخواننا كل هاجين فترة نمو ونضج مختلفة من نوع لنوع تكون الطريقة شوفه بيطلع بيجبس ازاي عشان كده كده كنت عايز تشوفه عشان عاد اقارى للمنطر كده ان شاء الله ينور عليك استاذنا الموخي المهم ان احنا بقدر الامكان نعمل السلاج بتاعنا الكابسي الجيد في النباتات الحاقل بتنتظر 45 يوم ثم تبدأ في اختبار المادة الجافة بنجمع عينات موثلة زي بنجمع كده الحاقل من المحصول وتكون العينة عبارة عن نبات كامل ثم نفرومه زي ما هو قدامنا كده ونحسب المادة الجافة بعد كده نقرر العينات كل اسبوع حتى نصل الى ايه المادة الجافة المستهدفة اذا كان القياس يعني 25 مثلا بيدينا فاحنا بنحتاج تقريبا الى 6 ايام عشان نوصل ل28 المادة الجافة ونجهز مكنات الحاش زي ما انتم شايفينها ونجهز اماكن التخزين وعشان نوصل ان ما بقاش فيه رطوبة داخل الكومة بتاعنا وده يعني عشان اوصل للمفروم اللي قدامي ده باعدل الكميات حسب الايه الكمية السلاج اللي انا بخزنه عندي وكل ما يكون حساب كمية السلاج المطلوبة الرأسة عندي مثلا افترضنا ان عليقة البقر 20 كيلو جرام مثلا مادة جافة فبحتاج الى 35 منهم 35 الى 40% منها عليقة خضرة يعني حوالي 7 كيلو مادة جافة يكون نصفها من السلاج والنصف الاخر من الدريس البقرة سوف تاكل 3.5% سلاج فكانت محتوى المادة الجافة عندها من السلاج هي 30% لو احنا يعني الحسابات بتاع المادة الجافة مهمة جدا جدا عشان نبعارفين التخزين انا اللي هميني دلوقتي اللي هميني دلوقتي ان انا يكون ازاي اصنع او شوف الراجل بيفتح الكوز ازاي ازاي اختار السلاج صح وازاي يعني اجيبه في الطور العجيني والسعر بتاعه وتغير اجيبه في الوقت اللي هو سعره يبا كويس والحاجات دي بيبقى في الشتاء مثلا السلاج له اصول يجب اتباحها في كواس الابعاد والطول والعرض زي ما احنا شفناها في الوقت والارتفاع جزء رئيسي من تحميل كمية السلاج من البنكر يومي عشان نشوف البنكر سطح البنكر انو ما تشوف كده ايه اتعرض للشمس كده ايه منه عملية التقطيع في السلاج هتبع شكلها ايه الحاجات اللي احنا عرضينها في الفيديو قدامكم دلوقتي ده عشان كده لا نرجع للفيديو تاني يا استاذنا إن الكسافة هي عبارة يعني لو أنا كل ما جبت كوز في الطور العجيني بتاعه والخضار بتاع العود موجود فيه هيطلع عندي سلاج جيد وسلاج يديني نوعية ممتازة ومادة جافة عالية عشان كلا برضو اللوادر يريد نرجع للسلوات اللوادر والجرارات التقيلة واللوادر لازم أستخدمها للكابس لضغط على سلح السلاج أفرد السلاج في طبقات تتراوح من 10 إلى 15 سنط تقريبا وبعدين أكبسها كويس أوي أكبسها عشان إيه؟ أطلع الهوى منها أبدا الأكسجين هو خلي بالكم من حتة دي أوي أوي شايف الجرار اللودر يريد ترجع لي فيها تاني اللودر هو ماشي كده الأكسجين هو العدو الرئيسي لجودة السلاج أقولها تاني الأكسجين هو العدو الرئيسي لجودة السلاج السلاج لو تعرض للهوى بيبقى مشكلة كبيرة والقيمة الغذائية بتروح بيقلل القيمة الغذائية للمخزون وبيزيد من البكتيريا الضرة اللي تعمل لي مشكلة بعد كده فبيقل من جودة إيه السلاج بعد الكبس والكبس مهم جدا جدا إحنا زي ما إحنا قلنا كمان في عوامل اللي بتأثر بقى على صناعة السلاج وبتحقق أعلى أعلى كسفة ليه بيقلل القصة دي بتقلل فقد القيمة الغذائية فقد المادة الجافة وبتحافظ على سبات الجودة هي إيه العوامل دي اللي احنا بنتكلم عليها لأننا قلته من أول هقوله تاني هو بيشوف اللودر وماشي والجراريز ماشي النضج النضج بتاع عمر السلاج المادة الجافة هو بيحش الصورة بتاع الدكتور وهو أو المهندس وهو بيشوف الكوز وبيشوف قد إيه كل ما قالت المادة الجافة المحتوى الميا بيزيد في الكبس للسلاج بيبقى سهل ولكن بيؤدي خلي بالك الكبس الشديد ده بيؤدي إلى خروج العصارة الغذائية اللي بتقلل من قيمة السلاج وبتقدي بعد كده إن احنا يزيد ارتفاع التخمر ارتفاع التخمر وبيزيد البيوتيريك أسد وبيحصل مشكلة بعد كده النمو والفطريات وبتعمل لي لما أكل السلاج يعمل له حبوضة ويعمل لي مشاكل كبيرة جدا فاللي أنا عايز أقوله لو احنا عايزين نلخص الموضوع ده ونرجع تاني كده نلخص الموضوع إن موضوع السلاج عشان الوقت بيجري بينا مهم جدا جدا إن احنا قدام كل واحد في بيته مربي خمس بقرات سبع بقرات خمس عجول تسمين يكون عنده كومة من السلاج قدامه والكومة عميلها سهلة خالص أهم حاجة طبعا اختيار الدرة اللي أنا هقصه أو اختيار الدرة اللي أنا هحشه الدرة ده لازم يكون خضار في العود ولازم يكون فيه كوز مكتمل فيه في الطور العجيني ما فيش فيه عفن ما فيش فيه هباب ما فيش فيه أي حاجة من الحاجات ديات واطحنهم كويس وكبسهم كويس وبعد كده أدي أحط في القومة عندي وغطي القومة كويس التقطيع بطول مناسب بيرفع قيمة السلاج طريقة التخزين بطريقة جيدة بيختلف من كومة لكومة أو من بنكة لبكر برضو كل ما خزن بطريقة كويسة وكل ما أجبس بطريقة كويسة معدل السلاج عندي بيبقى أعلى والجودة بتاعته تبقى أعلى كمان عايز أقول إن المتابعة ساعة الكابس وساعة الحاش مهم جدا ما سيبش الموضوع لواحد يجيبهولي وبعدين أنا أبص عليه السمك طبقة الكابس كل ما كانت رفيعة كانت أفضل والسمك الخمستاشر سنطي بتاع الطبقة بتاع الكابس هو السمك المناسب ارتفاع كومة السلاج من اتنين متر لتلاتة متر برضو يكون مناسب لو أنا عايز سلاج جيد لازم أعمل الدرينج الدرينج اللي هو إيه الصرف الصرف بتاع الكابس لازم أبفيه مصورة محطوطة في نص الكومة بتاعتي أو في نص البنكر بتاعي يطلع لي السوائل بتاعها برا وأغرسها برضو ممكن أحطها في الكومة نفسها بحس بحجمها وبحط إيه بغرسها في الكومة وبسحب دايماً الميا منها أول بأول وبعد كده بحصل على سلاج عالي الجودة سلاج ممكن أغزي حيوان عليه في حالة إن أنا ملاقيش ملاقيش مركزات ملاقيش كمية أكل ممكن في الوقت ده يقدر يكفيني ويديني برضو معدلات نمو كويسة مشاهدين العزاء أنا كانت ديت اختصار بسيط عن السلاج أو موضوع السلاج وده حاجة اللي بأكد عليها مرة واثنين وعشرة ما عادش فيه غناء عن أي فلاح عن كومة السلاج قدامه مهم جداً إحنا مع التغييرات بتاع الدورة والسوية والردى والكمية دي بدل ما تسيب العجل جاعان أو الترصرف عليك بكمية كتير قوي ممكن مع السلاج يسد الفترة اللي بيبقى فيها الترباط في الأسعار بتاع التغذية فاصل صغير وبعد الفاصل إن شاء الله هنبدأ ناخد الأسئلة بتاعتكم ونآجب عليها فاصل ونتواصل أهلاً بكم مشاهدينا العزاء مهم أهو يا أخواننا أن أنا قاعد أزيد وعيد في موضوع السلاج وكله يعمل السلاج وخلي بالكم في التصنيع وكلمنا في التصنيع خوفاً برضو السلاج اللي بتعمل تجهيز غلط أو النجدة تكبسه بطريقة مش صح أنا أخذ حناوي من كف الشيخ ماشي يا حناوي فضل يا أصيح حناوي حناوي عليكم السراعة لأركاد عزيزي حضرتك يا دكتور الحمد لله كل سلام طيب مناسبة ناصر اكتوبر ومولد النبي ومولد النبي كمان كل سلام طيب علي السراعة والسلام علي السراعة والسلام فضل بقوللي حضرتك أنت فين أش بجانح الأسبوعين يا دكتور ايه فينك بجانح الأسبوعين ما عليش يا حناوي ما عليش اعمل لي بقى المشكلة عن كنا كدو قولي يا حناوي حاضر يا حناو بس قولي السؤال اللي عندك اللي هيديك السؤال اللي عندي الجلد العقد دي بقاله 5 سنة في مصر وازاي اللي غايت دلوقتي مالوش علاج ماشا يا حناو السؤال الثاني ازاي الأدوية البيتارية مالهاش تصعيرها طيب ماشي تالت حاجة أنا عندي بغرة يعني بتفرت لبن من الضرع ايه العلاج بتاعي بتنزل بتفرت لبن من الضرع وهي واقفة والده قريب ولا والده من زمان ده والده بغالها ثلاث شهور بس هي بتنزل بتنم كده بعد الضفر بتنزل وبالليل برضو بتنزل حاضر 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 يا عنا شكرا 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 مع السلام قبل ما أجب على أخي حناوي أنا عايز بس أقول الحتة مهمة في موضوع عدم الكابس الجيد وعدم تجهيز السلاش بطريقة جيدة ده ممكن ده خنف أمراض يعمل لي مشكلة جبيرة جدا يعني لقد ضل الله وانا باك بيزدخول بعض الفران ودخول بعد ما ما انضفش المكان وحصل الكابس ده ممكن السلاش ده يبقى مصدر للليستيريا مرض خطير جدا بيسبب ضوران الحيواني الحيواني نفسه ويسبب الإجهاد ويسبب الحيواني يقع أو إننا هناخد من المينيا فضل يا إبراهيم من المينيا فضل يا إبراهيم فضل يا إبراهيم حضرتك عايزين حاجة عن الفاتح الشهية في الأغنام حاضر يا إبراهيم فاتح للشهية للأغنام شكرا يا إبراهيم في حاجة تانية وحضرتك اللي عندي معزة اللبن مش رادي ينشف منها طيب شكرا يا إبراهيم اللبن مش رادي ينشف شكرا يا إبراهيم والحاجة تانية الخطيرة برضو اللي هو إن أنا ماجي غطي السلاش مغطوهوش بروس الحيوانات لأن لو حطيته بروس الحيوانات ممكن يدخني في كولوستيريديا اللي هو الموت الفجائي والحيوان ممكن صده شلال فجأة ويموت فعشان كده مهمة قوي 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 إن أنا أعمل السلاش بطريقة صح وزي ما عرضناه قدامكم وزي ما تكلمنا فيها يبقى كل فلاح يحاول بقدر إمكان يعمل أخونا حناوي سأل على الجلد العقدي هل له علاج ولا ملوش ودولة البطلية المغشوشة وبتاع البقرة اللي بتفرط لبن وهي قاعد بالنسبة للجلد العقدي إحنا القضاء عليه عن طريق حكتي هقول لك الوقاية منه وأقول لك العلاج بتاعه الوقاية منه اللي هو زي ماشية الهيئة العامة الخطلات البطارية وزارة الزراعب عن طريق التحصين ومكافحة العامل الوسيط وهم الحمد لله شغالين في الموضوع ده كويس أوي يعني تحصينات كل تسعة شهور بيحصنهم تدد التهاب الجلد العقدي وبيكافهم النموس والزباب في أماكن تواجدها هو ده رقم واحد في طرق الوقامن القضاء على العامل الوسيط أو القضاء على النموسة والدبانة والتحصين ده اللي بيرفع المناعة ضد المرض زائد المناعة الطبيعية اللي احنا اتكلمنا عليها ان احنا نربح حيواناتنا في أماكن نظيفة تشرب مية نظيفة تأكل أكل فيه البروتين بتاعهم مزبوط والطاقة بتاعتهم مزبوطة وفيه الفيتامينات وفيه الأمناح المعدنية فيه منضدات السموم والحاجات دي كلها ده بالنسبة للوقاية بالنسبة للعلاج هقوله بس بعد ما اخد عبد الرشيد من الفيوم فضل يا عبد الرشيد فضل سلام عليكم عليكم السلامة الله واركاته لو سمحت السلاج كويس للدخل الصغير الجموسي العجول الصغير الجموسي اللباني بعد ما يتفطهم يعني السلاج بعد ما افطم العجل بتاعي من أول ميت كيلو أو من أول مية وعشرين كيلو اكل سلاج طول ما هو بيرضع علف مركز فيه درة وفيه صوية ولبان لا انا باشتريه من السوق وبجيبه وبعدين بقى بعلفه بقدله سلاج على طول ولد على ناس في الأول بص بص حاجة عبد الرشيد شريم السوق وزنه وزنه فوق الميت كيلو بياكل 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 ما بياكلش رد علي بياكل بياكل يبقى تحصين بتاعه ضد الحمى الكلاعية وحمى الواضي المتصدى أول ما يخش عندنا مكافحته ضد الديدان الداخلية والديدان الجوف المعوية مكافحته ضد الدودة الكابدية دي أول ما يخش عندنا على طول وبعد كده افريد له دريس تلات اربعة تية بعد دريس ابدأ ادخله العلف المركز كيلو كيلو وربع كده وبعد شوية يبقى دريس وعلف مركز وسلاج مفيش مشكلة خالص انك تأكل السلاج لغيت ما يطلع العجل على اللح طيب سعبتك شكرا يا عبد الرشيد همم بالنسبة هلو قول يا عبد الرشيد عشان تحت امر الفضل بالنسبة لأجيب الدكتور يعصنهم ولا انا علاج من السيدلية وحصنها لا لازم الدكتور طبعا يا عبد الرشيد لازم كل حاجة كل حاجة حاجة عبد الرشيد عن طريق الدكتور البطري ماشي ماشي شكرا شكرا احنا لسه ما يجبناش على الحناوي كان يقولك طب احنا قلنا الوقاية العلاج 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 بالنسبة للجلد العقدي معروف وقلناه في معظم او كل الحلقات بتاعتنا هو المعظم امهاد الكتب قالت سلفونا ميت يعني الدكتور البطري هتروح له هيدك شوية سلفة وهيتعديك تحت تحت الجلد الكميات اللي هو عايزها وهيدي حاجات رفعات للمناعة وانت تعمل حاجة كويسة برضو عشان لو في فتحات في الدمام اللي هي موجودة او في العقد البكتيرية العقد الموجودة على الجلد لو في حاجة واحدة منهم فتحت او اتنين فتحهم انت طبعا ما تجيش ناحية المقفول اشتغل بس على المفتوح بشوية سابغة وتدهن العجل او البقرة بسوديوم بيكربونيت او اللي بيكربونتو بتاعتنا اربعة في المية تدوي بها كويس او في جردل وتمسح العجل اي بيها كله لان ديت من حاجات اللي بتقتل الفيروس ومتخلوش ينتشر من حيوان الاخر ده بالنسبة للجلد العقد بالنسبة الادوية البيطارية ان شاء الله في حاجة نعملها كده ان احنا ما يبقاش في ادوية مغشوشة بكتر ان احنا نلف على المكاتب البيطارية كلها ونقدر نعمل كنترول شوية عليها وحامده الله احنا بنعمل الكلام ده بس هنزود فيه بكمية اكبر ان شاء الله نزول اللبن ده يعني عادي هي تقعد بعد شوية بينزل وبيقف بس هو المشكلة كلها انه ممكن يعمل لك الاتهاب نتيجة ننفق الحلمات متفتحة فلما تلاقيها تعمل كده بقدر الامكان ايبا طهر الحلمات عشان تسد تعمل سيلنج لفتحة الحلمة عشان ما يقاش داخل لها عدوى بيسمها يعني العدوى اللي جاي من الارض وتعملك الاتهاب درع فبقدر الامكان لو لقيتها كده ايبا دايما طهر الاربع حلمات عشان تقفلها وبعد كده احلبها في مواعيدها العادية جدا جدا ابراهيم مينيا كان بيسأل على فاتح الشهية للاغنام في كتير يا ابراهيم فاتح للشهية حضرك روح لأي بيطار او اي طبيب بيطري موجود في المكاتب اللي عنده حضرتك وقول لأنا عايز فاتح للشهية للاغنام هيديك حاجات كتير او موجودة عنده وهيديها لك وهتفردها على العلف بتاعك والاغنام بتاعك كويسة بس الافضل ان انت الاول تطهر الجوف بتاع الغنام بتاعك من الديدان الداخلية والديدان الجوف المعاوية وبرضو لو في حاجة لديدان الكابدية طهرها وبعد كده فكر في فاتح الشهية لا اخ جمال من الجيزة فضل كده احنا اجدنا على معظم الجنة فضل اخ جمال من الجيزة فضل بقرة ولدت ومنزلها بلدت ومنزلها بلدت ولا بقرة بقرة يعني بكرية بكرية بلدت ولا عادية خليط خليط وما فيش لها درع خالص بسيط جدا ومع العلم انها بتاكن اكل كويس جدا خلاص سمينها بدان ما فيش فيها لبن خالص وما فيش فيها درع سمينها ولما تسمن بحها ان انت هتربيها ليه لا سبب ان هي اصلا الصفات الوراسية بتاعتها مش حيوان لبن مش حيوان منتج لبن مش حيوان انت لا هي هي مش عشان التلقيح التلقيح هيجيب لك المولود التلقيح اللي انت بتلقاحه ليها ده هو المولود بتاعها اللي هيبقى كويس او مش كويس لكن هي في الاصل اصلا مش بتجيب لبن سمينها يا اخ جمال ما فيه سؤال ثاني باستاذ اش فضل يا جمال اه حضرتك طبعا علمتنا ان العجل لازم ان يرضى على السرطوب ايو ناشي فانا دلوقتي بسيبها بعلم اليوم الولادة ثلاث يام اللي بدان فيها اه العجل ما فيش فعلا لسترطوب خالص لا انا بسيب يعني العجل يرضى على السرطوب ثلاث يام ما بحلبش منها اه وبعدين على اساس يعني ان هو محفوظ بفريقة طبيعية زي ما ربنا شلقوا يعني طيب طيب وبعدين لا صح ولا غلص لا صح طبعا هي اصلا ما فيش فعلا بتقول فلا على الالي بفعل شوية السرطوب من العجل ها اللي انا بقول لحضرتك الاولانية دي عندي واحد جاري انما اللي انا بكلم عليها حضرتك دي السعتي وولي طبيعي سويس طب انت يعني ايه حضرتك بس وضح صوتك عشان انا مش فاعي بتقول ان انا اردع السرطوب من البقرة بقول لك الله ينور عليك ايه ايه تاني ها انا بقى يعني بكيبه في الضرق اردع البقرة ثلاثة ايام من العجل اربعة من اردع اللي اردع طيب انا اقول لك لو البقرة منتجة وكمية لابنها عالي الافضل الافضل واللي بقوله اشكرك الاول عشان ندي اسئلة لغيرك اه انا اخد عبدو من البحيرة وهردع لحضرتك فاضل يا حاج عبدو حاج عبدو ايو يا دكتور فضل الله ما يصلى على النبي عندي جاموسة وادة من خمس شهور حلو ولحد دلوقت يا دكتور لسه ما صرفتش خالص حلو يا حاج عبدو شكرا يا حاج عبدو شكرا عشان من البحيرة ماشا بالنسبة لحاج جمال الافضل لو الحيوان البقرة الوالدة بتجيب انتاج لابن عالي الافضل انت تحلبها بحليب آلي لو عندك مكان الآلي وتحلب الحليب اول متالد على طول اول متالد تحلبها وتاخد السلسوب ده تعينه تعينه في بزازة نظيفة وتحطه في الديب في الريزر لو في كمية 10 كيلو او 12 كيلو او 8 كيلو جابتهم هتاخد اتنين كيلو او 8 كيلو من اول اطفا وتديهم للمولود والباقي تعينه عندك في الديب في الريزر لو لا قدر الله احتكتوا في اي حاجة تانية وبقرة تانية عندك ولدت ومجابتش سلسوب او بقرة جالك ولدت ومجابتش سلسوب ده مصمر الحياة روح تدهله في ساعة فالافضل ان انت ما تسيبوش مع الام يرضع منه الافضل انه تحلب تحلب الام كويس اوي وتاخد الاطفا الاولى وتديها للعجل في اول في اول كل ما كان بدري كل ما كان افضل وكل ما كان كمية زايدة كل ما كان افضل لان ده السلسوب ده اخوانا هو السلاح الوحيد اللي العجل ده بيدافع بيه عن نفسه برقب ان المولود ده او الرضيع ده جياله جيوش جياله جيوش من الميكروبات بتهاجمه عايزة تفتك بيه الحاجة الوحيدة اللي بيدافع بيها عن نفسه ضد الجيوش ده هو شوية السلسوب اللي بياخده من الام ده السلسوب ده كل لو اول ما تحلب الولادة تتم تحلب البقرة على طول وتردعه البزازة طب انا ما عنديش بزازة وما عنديش امكانية اتنى احلب قالي والبقرة جايب قالي اتنين تلاتة كيلو والدرع صغير يبقى سيب المولود مع امه يحلب يشفطها في اليوم الاولان يشفطها في اليوم التاني بعد كده في اليوم التالت او الرابع والخامس ابدأ انا ايه بقى اتدخل لو فيها شوية لبن زيادة احلبهم انا لكن اليومين الاولين او الستة وتعاتين ساعة الاولانية هو يشفط كل اللي فيه شو ما نبقى لك حتى بالايه بالبلد بالفلاح يشفط كل اللي فيه ما يخليش فيها حاجة خالص بالنسبة للسرسوب طب فيها كمية كبيرة وكويسة احلب حليب قالي وخزن عندك في البزازات وردع اول باول وكل ما تحتاج سخن البزازة تاني دارة حالة ساعة وتعاتين درجة مقوية من المخزون عندك وتدي العجل انت ممكن تستخدم السرسوب ده لعلاج الاسهالات لعلاج مشاكل تاني كتير وليه انا بصر في موضوع السرسوب انه يكون بادري ما هو اللي نازل ده هي الاجسام المناعية للامراض اللي خدتها الام أثناء فترة حياتها ربنا بينزل الاجسام المضادة بتاعة الام دي بتاعة الامراض دي بينزلها في السرسوب ده بينزلها في شوية اللبن دولت الاجسام المضادة دي الحجام بتاعها كبيرة الحجم اللي هي الحاجة اللي أني باجري عليها عشان السرسوب واهمية السرسوب بيبقى حجمه كبير وامتصاصه داخل الامعاء بيبقى محتاج يعني اخرام كبيرة او بور كبيرة عشان ينزل الجسم ده او الحاجة المضادة للمرض دي تنزل في حاجة لازم الحاجة تبقى واسعة على الاخر كده عشان تنزل منها عشان الخاملة بتتبصها الحاجة دي ما بتفتحش وتبقى واسعة على الاخر كده الا في الستة و تأتين ساعة الاوانية كل ما الوقت بيعدي بتلاقي بتاع دي بتدي الخرم ده بيدي فحتى لو انت ادت له بعد كده الأجسام المناعية ديت أو الأجسام المضادة ديت هتخش فين مش هتخش في المكان الحيوان مش يقدر يستفيد بيها فهتنزل مع البراز بتاع الحيوان فمهمة قوي 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 ان انت كل ما يكون بدري وعارف ليه ما يكون بدري عشان يقدروا يمتصوه وهي دي الأهم حاجة في موضوع السرسول معانا تصال يبقى طيب عبده بتاع البحيرة قال حاجة جميلة بيقول لها كان عندي جموسة أو بقرة والدة بقالها خمس شهور وما شاعتش طب يا حاج عبده انت بتعمل ايه بقالك خمس شهور بتحلبها بس وخلاص مش احنا قلنا يا حاج عبده اول ما البقرة تتولد وانها بدل كل بدل مرة عشان مرات اول ما البقرة تلد نصبر عليها بالزبط واحد وعشرين يوم او خمسة وعشرين يوم ونجري بسرعة نجيب الدكتور البطري هيعمل ايه الدكتور البطري هيحط ايده يشوف الرحم يتطمن يتطمن على الرحم هناخد سيد بلمينيا ونرجع للحاج عبده تاني سيد فضل انا بحيي العابة وباطرية وبحييك يا دكتور حامد وبحيي مصر الزراعية عندي سؤال انا مربي ناس ابقار في زهرة السنادي كده حاجة غريبة ان في عندي اكتر من بقرة بترضع نفسها يا دكتور ايه السبب او ايه العلاج احنا ناخد مشكلة مشكلة بقر بيرضع نفسه دي انا اقولك تعمل لها ايه بيرضع طاي ايه تاني بالبقر بيرضع نفسه حاجة تاني عندي اغنام بيجيلها موت مفاجئة تبقى قويسها نظيفة وشغالة وبعزاعة وبنظفة جميل جميل اغنام بيجيلها موت مفاجئة ماشي في ايه تاني شكرا جدا لك شكرا يا حاج سيد وناجب عليك برضو في البقر بيرضع نفسه والاغنم اللي موت فاجئة الحاج عبدو بتاع البحيرة انت عندك اطباء البحيرة بسم الله ما شاء الله كله وشاطرين اوي وشاطرين اوي اوي في التناسليات والطلقاح الصناعي حضرتك هتستنها ليه خمس شهر حاج عبدو اول ما تلاقي الحيوان تم الخمسة وعشرين يوم اجري جاري على اقرب طبيب بطري سمعوته جيدة وشاطر تعال يا دكتور شوف لي البقرة بتاعتي الراحم بتاعها رجع الوضع الطبيعي ولا لا هو هيبصلك عليها هيبدأ يدخلها لك في برنامج هيبدأ يدخلها لك في علاجات على اساس بعد خمسة واربعين يوم هيقوم ملقاحها لك طلقاح صناعي وعشرها لك لكن ان انا استنى على البقرة بتاعتي خمس شهور وبعدين اقول هي مشاعدشي الله يسمحك يا حاج عبدو معانا الحاج سعيد مش شرقي فضل الحاج سعيد سامو عليك يا دكتور عليكم السلام وعطلاء وبركاته احنا عندنا مشكلة كبيرة والله يا دكتور مشكلة كبيرة اه اه اقول يا حاج سعيد الكلاب الضالة ديا تخرب عليك كلاب الضالة هنعمل بعدلاتنا وبطوع تاكل في الادراعة ونروح ونوكل نماغت البهايم ماشي يا حاج سعيد شكرا يا حاج سعيد مشكلة كبيرة الكلاب الضالة وهنحلها لك ان شاء الله في حاجة تانية يا حاج سعيد غير الكلاب الضالة شكرا يا حاج سعيد الحاج سياد قبل ما يواتي الحاج السياد من المينيا بيتكلم على ان عنده بقر بيرضع في نفسه دي يعني بنسميها احنا عداد سيئة في الابقار حلها سهل هنجيب حاجة نربطها في مراقب بسمه منع رضاعة منه ربطها في مناخير المؤخزة للحيوان او البقرة اللي بترضع نفسها وهي عبارة عن مكان سليم بلانت كده او مكان يتحط في المناخير واشواك اشواك طلع منه زي حد الحديدة وفيه اشواك طلع من الحديدة دي لما هيجي الحيوان يرضع يقوم الاشواك دي غرزة في الضرع هتعمل له قلم هيقوم شاين نفسه من الرضاعة تاني اللي احنا بنسميه منع الرضاعة او بنسميه اللي هو ايه الاشواك دي تمنحها لو عندك دي جبتها خير وبركة مش عندك يبقى دايما اصر لها لو هي مربوطة مش سيبة اصر لها الحبل شوية بتخدشش على ايه على الضرع بتاعها لان دي بتبقى عادات يعني من حدش عارف سببها ايه هي بقرة بترضع لبنه طب احنا ندي منع الرضاعة لها عبارة عن مجموعة اشواك تحط لو جد ترضع هتقوم منع نفسها هتقوم منع نفسها ايه من الرضاعة الحاجة التانية الغنم اللي بيموت فجأة دايما الاغنام اللي هي الامراض اللا هواية دايما بقولها التحصين اكتر مرض بيأثر في الغنم اللي هي الكوليستريديا الجزيز او الامراض اللا هواية اللي هم من 8-10 امراض 10 امراض ممكن يجوا للحيوان الغنم اللي عندي وفجأة وبتنقي احسن خروف وبتنقي احسن نعجة عندك ولانها بيسموها الوين نارشمنت اللي هو ايه متغزة اغزائها كويسة وصحوده كويسة يجي له فجأة الموت المفاك طب الحل ايه هو دا مش عارف عالك الحل له التحصين والتحصين بمواعيده كل 6 شهور بدي بدي التحصين بتاعي وجرعتين بينهم وبين بعض من 4 ال 6 اسابيع موجود في السوق حاجات كتير قوي للتحصين ضد الكوليستيريديا للزيز او الامراض اللي لا هوائي بروح اجيبها من الطبيب البطري واعمل التحصين بتاعي النهاردة بعد 6 شهور اقد جرعة الجرعة التانية من 4 ال 6 اسابيع وبعد كده كل 6 شهور وهكذا دا مهم جدا عشان نقضي على ايه اللا هويات اخر السؤال من حاج السعيد يعني ربنا يوصل لوا كلاب الضلة ومش كلاب الضلة انا كلام دا نقولت اخواننا هاخد ديقة بالزبط وانعرف المخرج يقول لي الله احنا كطب بطري كطباء بطريين بنعالج الحيوانات ما بنموتش الحيوانات الكلب الضال هو بيجري على حاجة معينة احنا نقلل الحاجة دي نقلل القمامة بقدر الامكان في اماكن تواجدها بقدر الامكان نشوف اماكن لقواقهم بعيدة عن المدينة او بعيدة عن المكان الموجودة فيه نقلل الاكل اللي بيكلوه بقدر الامكان نقللو ونستخدم برضو الحاجات اللي تقدر عليهم بدون بس بيبقى فيها رحمة في المعاملة معهم المشاهدين العزاء سعدت بلقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته